تشكل نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الشادية دورة يونيو 2023 والمرتقب اعلانوها في التاسع عشر من يوليو الجاري تشكل الشغل الشاغل لآلاف الأسر الشادية للإتمعنان على أبنائها الممتحنين الذين يقدر عددهم ب93.944 مترشيحا ومترشيحة موزعين على 141 مركز للامتحان هي سجرت الامتحانات في الفترة من التاسع عشر وحتى الرابي والعشرين من يونيو المنصر ولأهمية العمر واهتماما منه بمستقبل الجالسين لهذه الامتحانات من أبناء الوطن وكوادر الغد فقد سجل معالي رئيس وزراء الفترة الانتقالية رئيس حكومة الوحدة الوطنية صالي قبزابو زيارة تفقودية لمقر الحياة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا ونكس للوقوف على عملية التصحيح ومعرفة سريان العملية عن قرب بل الاستماع لفريق العمل وكان في استقبال معاليه وزراء التعليم العالي وتربية الوطنية وأعضاء لجنة تحكيم امتحانات الشهادة الثانوية بعيد ذلك قام الرئيس الوزراء بتفقد أقسام رصد الدرجات أقب انتهاء عمليات التصحيح بفترة في الأيام الماضية كما استمع لشروحات مفصلة عن سير العملية وبعد تفقده لجميل أقسام عبر معالي رئيس الوزراء صالي قبزابو عن انطباعيه مبديا سعادة بالغة عن سيرورة عمل اللجنة وقال معاليه من واجبي المجيء لتفقد العملية وكان لي تصور مبدئي لكيفية العمل ولكن عندما جئت وعيشت واقع العمل الملموس واني احيي واشيد بالرقمية التي تجري عليها عملية التصحيح والرصد لانها عالجت وتعالج الكثير من الاشكاليات منها عمليات الغش وعلم كذلك ان الرقمية لم تصل للكمال وهناك صعوبات ولكنها جيدة ستمكن اللجنة من اعلان النتائج خلال نهاية الاسبوع لقد وجدتهم يعملون بجدية وفي ظل تقس حار نسبة لانقطاع الكهرباء ورغم ذلك تفانوا في عداء عملهم فكل الشكر لهم على هذا التفاني والاستبسال كما انهم شرحوا لاثناء تفقد طريقة النسبة المئوية للدرجات والاحصائيات وان شاء الله ما تحس النظام الرقمية في المستقبل سيتم اعلان نتائج امتحانات شهادة البقالورية في وقت قياسي وجيس لا يتجاوى ثلاثة ايام واكثر بقليل هذا وان احترام الموعد المحدد لعلان النتائج تحدث نائب رئيس لجنة تحكيم امتحانات الشهادة السنوية السيد عبدالصادق محمد عيسى عقب نهاية الجولة التفقدية لمعالي رئيس الوزراء نحن فخورين مبسوطين جدا بزيارته وهو ايضا اعطى اهمية كبيرة لهذا الامتحان تجدر الاشارة بان زيارة معالي رئيس وزراء الفترة الانتقالية سالي كبزابو الى مقر الحياة الوطنية للمتحانات والمسابقات العليا اونيكس تأتي لتأكيد حرص حكومة الوحدة الوطنية على توفير بيئة تعليمية جيدة للنشي وتحسين اداء الامتحانات وفقا لدفتر مهام الفترة الانتقالية اشتركوا في القناة